اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الاولى من دورة تعليم برنامج فوتوشوب المستوى المتقدم سوف تخصص هذه الدورة لشرح قوائم برنامج فوتوشوب مع تطبيقات لاغلب هذه القوائم يوجد الكثير من الاوامر المهمة والهامة في برنامج فوتوشوب يمكن استخدامها في تنفيذ واجبات واعمال جيدة ورائعة جدا كقائمة فايل وأدت وقائمة أميج وليار وسيلكت فايل فيو وويندو وايضا قائمة هيلب بالاضافة الى بعض القوائم الاخرى اللي مثلا القائمة سي اس لايف واللي ان شاء الله راح نشرحها وشلون نستفاد من عدها كما نوهنا انه طبعا الكثير والكثير من الاوامر المهمة مثلا الامر define pattern مثلا كمثال file new ومثلا 500 بيكسل في 500 بيكسل 72 resolution والر جي بي الدقة نفتح شكل جديد من خلال الامر shape custom shape ونختار مثلا هذا القلب طبعا نرسم هذا القلب ونحاول تغيير اللون الى اللون الوردي بعدين نحول الطبقة من shape layer الى طبقة اعتيادية من خلال الامر نحذف الطبقة الاولى ونحاول تكبير القلب قليلا مثلا بهذا الحجم بعدين من قائمة edit نختار الامر define pattern راح يطلب من عندنا اسم نسمي باي اسم طبعا انا يعني اضغط على اوكي بس انا حافظة هذا الشكل فميحتاج راح اضغط على اوكي بعدها نفتح new شكل جديد بكان ما 500 راح تكون الف بعدين موافق احاول افتح القفل واضغط double click على الطبقة بعدين اروح الى الامر من هذا الخيار نختار القلب طبعا نقدر نصغر بحجم القلب من خلال امر scale ونقدر نقلل الشفافية ونقدر نتحكم بالشكل متل ما تلاحظون اصبح عندنا هذا الجميل بامر بسيط جدا اللي هو define pattern وهكذا ان شاء الله راح نشرح اغلب الاوامر اللي نحتاجها بكثرة في التصاميم ادنا اوامر مهمة كالاوامر adjustment تحتوي على اوامر هامة جدا بالاضافة الى القائمة layer والقائمة filter راح نشرح اغلب هذه الفلاتر وان شاء الله راح تكون استفادة بشكل اكثر في هذه الدورة من خلال شرح القوائم انتظرونا في المحاضرة القادمة والدرس الاول العملي الفعلي اللي راح يكون المحاضرة الثانية نلتقيكم باذنه تعالى موسيقى اشتركوا في القناة